يلتقي المنتخب الوطني سهرة اليوم بنظيره الفرنسي ضمن الجولة الرابعة من فعالية المجموعة الثالثة وسيخوض أشبال زقي لهذه المواجهة من أجل الدفاع عن سمعة الكرة الصغيرة الجزائرية وذلك بعد الأداء المخيب في الدورة لحد الآن عقب ثلاث انهزامات متتالية في الدورة هذا وفجر حرس المنتخب الوطني لكرة اليد عبد المالك سلحجي مفاجأة من العيار ثقيل مساء أمس في الندوة الصحفية التي خصصت للإعلاميين الجزائرين بمقر إقامة الخضر حيث أعلن بشكل مفاجئ أنه قرر الاعتزال دوليا وفسح المجال لحراس آخرين مع المنتخب الوطني رغم أن سنه لا يتجاوز الواحدة والثلاثين سنة كما أكد سلحجي أن هناك أمور خطيرة متعلقة بالمنتخب الوطني سيكشف عنها مستقبلا كما سار على ضربه محمد مقران الذي أكد أن سبب اعتزاله يعود لتقدمه في السن اشتركوا في القناة